ثمن حزب حماة الوطن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر الدكتورة مريم الصادق المهدي ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتباحث بشأن قضية سهد النهضة الاثيوبي والتوتر الحدودي الدائر بين السودان واثيوبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ان مصر تسعى دائما لتعزيز السلام والاستقرار في السودان وخاصة تلك المرحلة المفصلية من تاريخه وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجز من أمن واستقرار مصر وأن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وأكد رئيس الحزب أن القيادة السياسية المصرية تعمل على تعميق العلاقات السودانية المصرية وتحقيق الترابط مع البلد والذي يجمعنا به علاقات تاريخية وتعمل أيضا على مواجهة محاولات التربص السعية للنيل من تلك الوحدة بين مصر وأشقائها خاصة دول الجوار وإثارة البلبلة والجدل وذلك من خلال تحقيق شراكة حقيقية بين مصر ودول الجوار وعلى رأسها السودان